ويمكن استكمالا للرسالة اللي اشتغل فيها وائل ويمكن يكون اشتغل فيها يوسف واشتغلت فيها لميس واشتغل فيها عمر واشتغل فيها ضياء رشوان ما حافظة لقبل الجميع واشتغل فيها كل صحفي وكل مزيع خاف على بلده من خطر هذه الجماعة خلونا نستكمل ده وإحنا بس بنحكي حدوتة بتوريلك أن الجماعة لازالت موجودة للأسف الشديد بفضل ربنا سبحانه وتعالى أولا وبيقزت الدولة وبيقزت المؤسسات المصرية نقدر أو تيجي مصر تعلن عن القاء الأبضة على حسام منوفي عضو تنظيم حسم أو حركة حسم آه بفضل ربنا وبجهد المؤسسات والأجهزة المصرية يجي واحد يقول لك أصل الإخوان ما بقوش أصل خطرتهم أم الحسام منوفي ده إيه حسام منوفي المتهم هو متهم ومدان بالمناسبة في القضية بتاعة اغتيال سيادة اللوى عد الرجائي رحمة الله عليه قائد الفرقة التسعة مدرعات متهم ومدان في قضية محاولة اغتيال الأمين آآ أسف المدعي آآ النائب العام المساعد متهم ومدان في قضية محاولة اغتيال المفتي الأسبق الدكتور علي جمعة والكثير من القضايا والتهم والإرهاب بسبب عضويته في حركة حسم حركة حسم بالمناسبة اللي مش مصنفة إرهابيا في مصر بس هي مصنفة إرهابيا في أغلب دول العالم ما بين مصر وأوروبا والدول العربية والولايات المتحدة الأمريكية القاء الأبض على حسام منوفي كان لهذه الأسباب تلت أضايا دول اللي أنا قلتهم لكم غير بقية الأضايا متهم ومدان ولهذا ألقي القبض عليه فخلونا نشكر ربنا سبحانه وتعالى أولا ونشكر كل من ساهم بإلقاء القبض على هذا المجرم الإرهابي القاتل